بس لنختم هذا المحور لازم اليوم نقابة الفنانين تكون تفرض بعض الشروط نحنا اليوم معنا نقابة موسيقيين سوريين ما هو هذا يعني الاسف أنا أنتوا مندوين أنا لا لي بوضع لا لي بوضع على يعني مش يالي عم يسمعني هلأ ما يفكر أنه أنا والله عم بعطي صاحب قرار عم نحكي نحنا كالواحد رأي أنا عم بحكي وجداني عم بحكي لي بداخل شو بحب شو ممكن تأمل فقط يعني كإنسان سوري عادي جدا يعني شو ما حدا ياخد كلامي يعني نوع متفلسف يعني أنا معم بتفلسف يعني وس هي نتيجة خبرة سنوات أكيد وبشوف أنا بتطلع على الناس اللي سبقونا اللي أهم مننا لأنهم بمصر أكيد أهم مننا بمئتين سنة ضوئية موسيقيا وفنيا ودراميا وبيكل شي يعني فباخد خبرتهم على الأقل باخد خبرتهم يا أخي إذا ما بدي أخد تجربة أجنبية غربية باخد غبرة إنسان عربي مهم وبعرف أنه هذا قريب مني وبعرف أنه هو وجدانه مثل وجداني وبيشبهني فأنا باخد تجربة بنفزها على حالي شو المشكلة؟ تنصح اليوم الفنانين يروحوا يسجلوا بلبنان وبمصر لحتى نتطور أكثر طبعا بنصحهم ما عنا استوديوهات ما عنا أدوات أنا كل إنتاجي الموسيقية اللي بتسمعوا وأنا بعملوا برا ما بعملوا بسوريا بعمل فقط عبارة عن تسجيلات العازفين طبعا لأنه نحنا نملك أهم عازفين بالعالم طيب لكن لا نملك التقنيات أبدا اللي تظهر هذا الشي اللي انت عم تشوفه يعني ما عنا أي تقنية لك الملاذ هو لبنان ملاذ لبنان دبي البلاد مصر يعني البلاد العربية المتقدمة لأنه الملاد العربية اللي جابت التجارب الأجنبية واشتغلت عليها فنية في هيك بس شغلة صحيح أنك قمت بتنفيذ الموسيقى التصويرية لمسلسل العراب بشروط فنية أقل وبتكلفة أقل حتى يمكن من دون مقابل كان ممكن تقبل بدل المايسترو طاهر ماملي هي اللي شعب يعني أنا هو تسمعته ضحك تصريح كان منه ايه هلا هو يصطفل هو يحرب طلط غالي ولم تتم الموافقة عليه فنعرض عليك المسلسل أنا تم الاتفاق معي مع المنتج بذاته يعني أخده مني وأخده من أستاذ طاهر ومستاذ راعة خلاف أخده من أكتر من خيار يعني في زوية وين قبلت الخيار؟ يعني قبلت الخيار وأخده خيار يعني الصمو وين نفس أخبت؟ لا أول موضوع كان موضوع خيارات أدي أخدت؟ يعني وشو اللي بيناسبوه كأجر؟ أخدت أجر عالي أجوركم اليوم حدث أقلني أجورهم أدي بياخدوا يعني أخدنا هدول اشتغلت السن بيأدوني سنتين أوات بلا شغل؟ لا طبعا أكيد هلأ على فكرة نحن مضروبين بتنبا بيقول بيحجر كبير هلأ مو بس هلأ نحن مو نحن حتى نحن لا يمكن نوصل للممثل النجم أبدا يعني يعني حتى الممثل النجم مضروب بيأوات بيحجر كبير يعني أنت بتقول هذا النجم بعض الممثلين معدوا مشكلة بيأترفوا أدي شوف صديقي بسوريا مهما ارتفعت الأجور فهي أجور عادية أجور عادية بس عم تتحاصبوا عبرها يعني عم يكون في حساب فرقة هارا ايه اجت فترة ايه صارت متحاصب بس طبعا هلأ حتى برها صار متل جوا بس أجور عالية بتقول بتاكل عالية أكيد اي أجور عالية ما في رأم لا ما في رأم في رأم تليفون بعض الهوام نشكو اليوم هل بتقول عنا أغنية سورية بنفخر فيها متل معنا دراما سورية الله يرحم الأغنية السورية الله يرحمها والمهرجان الأغنية السورية احتضرت مع مرحوم فؤاد غازي وماتت معه ما كان في حدا يحمل للراية بعد في المدرسة الحلبية يعني هي اللي كنا بنأمل أنه الضلم استمر وتتعمق أكتر وتمتشر أكتر لكن للأسف بس أنا كأغنية سورية باعترف فيها هي نهاياتها كانت مع المرحوم فؤاد غازي والأصوات الثانية عم عم تقلد عم تقلد عم تقلد يا أصوات عم تقلد مثل هلأ بيعملوا كفرات كله إذا بدي أقول مطرب سوريا الأول مين بصدق حاليا برأيك حاليا مطرب سوريا الأول مطربة خلينا نقول إذا حابب ما بدي أحكي ميادة حناوي وصباح فخي بدي الجيل ما في مطرب ما في مطرب سوريا الأول سوريا الأول سوريا الأول شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة